السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من سلسلة إعرابات لجمل مشهورة ومعنا اليوم أطول ثلاث كلمات في الكرآن الكريم الآية الأولى في قوله تعالى فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم صورة البقرة الآية 137 كلمة فسيكفي كهم الله فسيكفي كهم الآية الثانية أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صورة هود 28 الآية الثالثة وأرسلنا الرياح لوائقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه صورة الحجر آية 22 هذه الكلمات الثلاث هي أطول كلمات في الكرآن الكريم كل كلمة تتعد أو تصل إلى 11 حرفا نبدأ بقوله تعالى فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم نبدأ بكلمة فسيكفي كهم الفاء رابطة لجواب الشرط حرف مبنى على الفتح السين حرف استقبال مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب يكفي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره الكاف ضمير متصل مبنى على الفتح في محل نصب مفعول به أول هم ضمير متصل مبنى على السقوم في محل نصب مفعول به ثاني الله اسم الجلال فاعل مرفوع على مترفعه الضمة يبقى هذه أول كلمة من الكلمات الثلاث الكلمة الثانية أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صورة هود 28 أنلزمكموها الهمزة همزة استفهام حرف مبنى لما حل له من الإعراب نلزم فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة والفاعل ضمير مستطر تقديره نحن كم ضمير متصل مبنى في محل نصب مفعول به أول ويمكن أن نقسمها إلى الكاف فقط ونقول ضمير متصل مبنى في محل نصب مفعول به أول والميم علامة الجمع ويمكن أن نأخذها معا كم يعني كم لها إعرابان إما أن نأخذها الكاف والميم معا ونقول ضمير متصل مبنى في محل نصب مفعول به أول وإما أن نأخذ الكاف فقط ونقول ضمير متصل مبنى في محل نصب مفعول به أول والميم علامة الجمع والواو حرف مبني حرف إجباع حرف مبني لا محل له من الإعراب لإجباع حركة الضم الواو هنا اسمها حرف إجباع حرف إجباع أتى نتيجة إجباع حركة الضم فنتيجة ذلك نتج عنها حرف الواو الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ثان إبا هكذا أو هذه هي الكلمة الثانية الكلمة الثالثة وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم الحجر 22 الفاء حرف عطف مبنى على الفتح أسقينا فعل ماضي مبنى على السكون أسقى فعل ماضي مبنى على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو الناء الناء ضمير متصل مبنى على السكون في محل رفع فاعل كم نفس الإعراب في الكلمة السابقة يمكن أن نقسمها ويمكن أن نأخذها على بعضها ونقول ضمير متصل مبنى على الضم كم ضمير متصل مبنى على السكون في محل نصب مفعول به أول الواو لإجباع حركة حرف الميم والهاء ضمير متصل مبنى في محل نصب مفعول به سان هذه هي أطول سلاس كلمات في الكرآن الكريم ألقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر